السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصية نبوية عظيمة جدا تبقى الله يحفظك الوصية النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ خواتيم البقرة في ليلة يعني بعد غروب الشمس من قرأ في ليلة كفتاة تكفيك من كل شراء إنس وجن وزيدك أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا تقرأ نهاتان الآيات في بيت يقرب الشيطان ثلاثة ليالين إذا قرأت في بيتك الشيطان ما يدخل بيتك ثلاثة يالين إذا قرأت آمن الرسول تقرأ الآيات في بيتك الشيطان ما يقرب ثلاثة يالين الله تعالى يحفظها لأنك حفظ دين الله تعالى احفظ الله يحفظك لأنكم عند عيال قصار أو بنات ما هم حافظينها كن سبب في تحفظهم هذه الآيتين إذا حفظوها في بزن حسناتك حتى وأنت في قبرك سيجري الحسنات وأنت في قبرك بإذن الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين البدع لقد mily